اشتركوا في القناة في منطقة العريش ودارت مواجهات أدت إلى مقتل وإصابة أربعة من عناصر الميليشيات الحوثية ولهذا البقية بالفرار تواصل قوات الدفاع الشبوى والأجهزة الأمنية في مدينة عتق حملة منع حمل السلاح والتي دشنتها يوم السبت وتمكنت قوات الدفاع الشبوى والأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأسلحة خلال الحملة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للمخالفين لقيت حملة منع حمل السلاح ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل المواطنين في مدينة عتق أكدت مصادر أمريكية أن تهريب المخدرات من إيران إلى ميليشيات الحوثي فاقت مقيمة مليار دولار خلال 2022 وإشارت مصادر إعلامية إلى أن ما يتم اعتراضه لا يتعدى نصف الكمية التي يتم تهريبها إلى الحوثيين وأكدت المصادر أن الحوثيين حصلوا خلال الأشهر الماضية على معدات لبناء مصانع لإنتاج الكبتا جون في مناطق سيطرتهم وهم يعملون على إعادة ترتيب أو تهريب المخدرات إلى المنطقة وهدفهم إغراقها بها والاستفادة من الأموال أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام باليمن مسام عن نزع أربعمائة ألف لغم وذخيرة زرعت ميليشيات الحوثي بعدة محافظات قيلة خمس سنوات يشار إلى أن مائة وواحد وعشرين شخصا هي حصيلة أرواح اليمنيين خلال الربع الأول من عام 2023 بحسب الفرع اليمني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يذكر أن مسام تمكن حتى الآن من تطهير أكثر من 46 مليون متر مربع من الأراضي وقد تسببت الألغام التي زرعت الميليشيات الحوثية بمقتل وإصابة أكثر من عشرين ألف مدني وفق تقارير حقوقية أجرى برنامج نبض سعودية تطوعي لأمراض وجراحات القلب التابع لمركز الملك سلمان إثنتين وثلاثين عمليات قسطرة وستة عشر عملية جراحية للقلب المفتوح في مدينة المكلة كما واصل مركز الملك سلمان البرنامج الطبية تطوعي في مجال تدريب وبناء القدرات الطبية بمدينة المكلة وقام الفريق الطبية تطوعي منذ بدء البرنامج بتقديم دورة في أساسيات منظم ضربات القلب نهاية الموجز شكرا لكم إلى النقاط